مرحبا المتشبعين الكرام أهلا بكم في قناتكم الأخبارية المغرب دوتكم لا تنسى الاشتراك ليصلك كل جديد إن شاء الله هذه أبرز العنوين يوسف نصيري يدخل تاريخ اللاعبي لمنتخب الوطني المغربي بعد هدفه في شباك المنتخب الكندية عز الدين أناحي يخرج بيتصريح مفاجئ ويوجه رسالة خاصة إلى الجماهير المغربية أشرف حكيمي يكشف للشاب المغربي سبب بكائه بعد نهاية المباراة لمنتخب المغربي أما مناظره المنتخب الكندية المدافع الإسباني أز بيلي كويتا المغرب تصدر المجموعة ضمة منتخبات كبرى ومن الصبب أن تفائل بعد الهزيمة أمام المنتخب الياباني مدرب المنتخب الإسباني لويس إنريكي يخرج بتصريح أسطوري على المنتخب المغربي قبل مواجهته يوم التلتاء القادمة في توم النهائي منذ القطر 2022 يوسف نصيري يدخل تاريخ لاعبي المنتخب الوطني المغربي بعد هدفه في شباك المنتخب الكندية دخل اللاعب يوسف نصيري في تاريخ لاعبي المغاربة بعد هدفه في شباك المنتخب الكندية في المباراة التي جرت برسم تلت الجولات من دور المجموعات كأس العالم قطار 2022 وبهدفه في شباك المنتخب الكندية يكون يوسف نصيري أول لاعب يسجل في النسختين من كأس العالم بعد هدفه السابق في شباك المنتخب الاسبانية من نسخة روسيا 2018 عز الدين أونحي يخرج برسالة خاصة للجماهير المغربية بعد الفوز على المنتخب الكندية قال عز الدين أونحي متوسط ميدان لمنتخب الوطني المغربي إنه سعيد للغاية بالفوز على كندا وبالوغ دور ثوم النهائي لكأس العالم قطار 2022 وتصدر المجموعة قوية فيها بلجيكا وكرواتيا وكندا وتحدث عز الدين أونحي في تصريحه الإعلام قائلا دخلنا المباراة من أزل الفوز بنقطة 3 والتأهل في الصدر عرفوا أن هذه اللحظات مهمة بالنسبة لكل مغاربة ونحن سعداء بما حققناها أدرك أن الجماهير المغربية خرجت للشوارع في كل مدن المغربية من أجل الاحتفال بهذا الفوز والتأهل نحن سعداء أيضا بالتأهل وأحتفلنا فيما بيننا بعد المباراة وشدد عز الدين أونحي على ظهور الطيصف حتى أهل سريعنا والبدأ في التفكير في المباراة المقبلة حيث قال يجب أن نرتاح قليلا ثم نبدأ التحضير للمباراة المقبلة ندرك أننا نملك مجموعة يمكنها الذهاب إلى أبعد حد ممكن في البطولة لهذا عين التركيز أود أن أوجه رسالة خاصة للشعب المغربي ابقوا وراءنا دائما في المباراة الثلاث الماضية كانوا معنا بقوة أتمنى أن يواصلوا دعمنا إلى غاية آخر مباراة أشرف حكيمي يخرج بتصريح مفاجئ ويكشف سبب بكائه بعد مباراة المنتخب المغربي ضد نظيره الكندية عبر أشرف حكيمي لاعب المنتخب الوطني المغربي لكرة القدم عن ساعدته بمساعدته في تأهل أسود إلى دور تاني في نهايات كأس لعنى القطر 2022 وقال أشرف حكيمي الذي توجه بجائزة أفضل لاعب في المباراة أمام المنتخب الكندية إنه جد سعيد بتأهل نقبة الوطنية إلى الدور التاني في منذ القطر 2022 مبرزا نحن سعداء بالتأهل قمنا بعمل كبير جدا أريد أن أهني أكل الفريق نحن لسنا فريقا لكرة القدم فقط بل نحن عائلة لدينا مجموعة رائعة جدا جميع اللاعبون يلعبون من أجل القميس الوطني وتابع أشرف حكيمي في تصريحه قائلا بكيت بسبب هذه اللحظة التاريخية خاصة حين رأيت عائلتي والجماهر محيطة بي وأشهد أشرف حكيمي بالمدرب وليد الرجراجي حيث قال إن الأخير منذ قدومه إلى المنتخب الوطني المغربي استطاع خلق انسجام بين اللاعبين وجعلهم عائلة واحدة تلعب من أجل القميس الوطني مجددا إلى أن المدرب السابق البوصوني وحيد خيلوزيتش قام هو الآخر بعامل كبير بقيادته النقبة الوطنية للتأهل نهائية كاس العالمة وتبقى أشرف حكيمي قائلا لدينا جيل من اللاعبين قادرين على كتاب التاريخ واليوم كتبنا التاريخ وأنا فخور باللعب للمنتخب المغربي تحقيق إنجاز مع المنتخب المغربي أكثر أهمية من إنجاز مع الفريق اليوم حققنا كتاب التاريخ كبير خاصة وأن المغرب لم يحقق هذا الإنجاز منذ مدة طاولة أزبيلي كويتا المنتخب المغربي تصدر مجموعة تضم منتخبات كبرى ومن الصحب أن تفائل بعد هزيمتنا أمام اليابان قرر سيزار أزبيلي كويتا مدافع للمنتخب الإسباني بالعروض الجيدة التي قدمها للمنتخب المغربي في دور مجموعة نهائية كأس العالم قطر 2022 مشددا على ضرورة النوض من جديد للاستعداد المقابلة المقبلة أمام أسود الأطلس رغم إعترافه بأن التفاؤل يظل صعبا تبني بعد السقوط أمام اليابان وقال لعب تشيس الإنجليزي في تصريحات لوسائل الإعلام يقبل مباراة اليابان المنتخب المغربي تصدر مجموعته أمام المنتخبات الكبرى في الدور الأول كنا نود بدورنا أن نحتل الصدارة لكن بعد حلولنا تانيا وعقب هذه الهزمة يظل التفاؤل صعبا لكن علينا التحلي بالتقى اللازمة ورفع رؤسنا من جديد من أجل تحقيق الأهداف المسطرة مدرب المنتخب الإسباني لويس إنيريكي يفاجئ كل مغاربة ويخرج بتصريح أسطوري عن المنتخب المغربي قبل مواجهته يمتولتها القادمة أشهد لويس إنيريكي مدرب المنتخب الإسباني يومه الخميس بقوة أسود الأطلس بعد تصدرها المجموعة السادسة ضمن منذ القطر 2022 وقال إنيريكي في الندوة الصحفية عقبا نهاية المباراة أمام المنتخب الياباني المنتخب المغربي سيقدم أفضل ما عنده أمام إسبانيا حيث يعتبر منتخبا قويا لذلك عين أن نتعافى عاطفيا الأسود كان مفاجأة المجموعة السادسة إنه منتخب قوي علينا أن نتطور ونحسي أنا من أدائنا وأضاف المدرب الإسباني قائلا لست ساعدا بالنتيجة لقد انهار الفريق خلال الشوتاني والمركز التاني لا يلبط موحاتي وخشت ما تصريحه قائلا تركيزنا كان على المباراة لم نكن نعلم أن كوستاريك متقدمة ولو كنت أعرف أنها متقدمة لا أصبت بنوبة قلبية وسيلاقي المنتخب الوضعي المغربي منتصدر المجموعة السادسة نظيره الإسباني الذي جاء في الوصفة المجموعة الخامسة خلف المنتخب الياباني يمتلت المقبل انطلاقا من الساعة الرابعة عصرا شكرا على حسن المشاهدة لا تنسى الاشتراك وتفعيل جرس ليصلك كل جديد إن شاء الله شكرا على حسن المشاهدة